كما التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسة مجلس النواب البحراني فوزية زينان والوفدة المرافق لها وأكد الرئيس مجلس الشيوخ أن تطابق رؤى البلدين تجاه قضايا المنطقة إنما يعكس مرتقة إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وهو ما يتطلب البناء عليه في الفترة المقبلة باستمرار التنصيق والتشاور في كل الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومن جانبها أشهدت رئيسة مجلس النواب البحريني بالإنجازات التي تحدث في مصر مشيرة إلى أن العلاقات المصرية البحرينية تعد نموذجا يحتذا به